أعلم القرآن خلق الإنسان علمه الليان الشمس والقمر بحسان والنجو والشجو السدان والسماء رفعها ووضع البيزان ألا تطغر في البيزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر البيزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمال والأبوذ العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكربان خلق الإنسان صلصال كالفخار وخلق الجاهن بما فيه من نار فبأي آلاء ربكما تكربان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكربان ولو الجوالي من مرج البحر يلتقيان بينهما بوزق الله بغيان فبأي آلاء ربكما تكربان يخرج منهما الولو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكربان ولو الجوالي من شئات في البحر كالأعمام فبأي آلاء ربكما تكربان كل من عليها فان ويلقى وجم ربكة الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكربان يسأله مزوعة السماوات والأرض